تقريبا عام على بدء جائحة كوفيد-19 وهذا السباق المستمر للحصول على اللقاحات المختلفة وأيضا الظهور لعدد من السلالات لهذا الفيروس أو التفارات في هذا الفيروس إذن الحاجة أم الاختراع هكذا قالوا دائما وهكذا علمتنا التجربة طوال 13 شهر من الجائحة أشهر كان للعلم والأبحاث الكلمة العليا فيها منظمة الصحة العالمية تحدثت عن فكرة العلوم المفتوحة والتي تحدث حين يتبادل الباحثون البيانات والنتائج في تعاون عفوي باعتباره أحد أهم مكاسب الفترة الراهنة بيانات المنظمة تشير إلى أنه مع كل إشراقة شمس يتبادل العلماء أكثر من 200 دراسة جديدة هذا الرقم يمثل ضعف ما ينشر من دراسات عن جميع الأمراض الأخرى مجتمعة وثلاثة أضعف ما ينشر عن تغير المناخ والذي كان هو الموضوع الأخطر والأكبر المهدد للبشرية حتى وقت قريب الذكاء الاصطناعي أيضا مشاهدين استغدم في تصميم وتطوير اللقاحات قبل تجربتها على الفئران ثم على البشر ما ساعد في اختصار فترة التطوير بنسبة غير مسبوقة الخبراء في البلدان المختلفة تتبعوا التسلسل الوراثي لأكثر من 5700 جينوم وذلك لمعرفتي أو ما أتاح معرفة 60 نوعا مختلفا من هذا الفيروس وذلك باختلاف درجات التحور أيضا هناك الأبحاث التي تعكف على تحديد ما صار انتشار الفيروس من الصين إلى بقية البلدان الأسيوية ثم إلى أوروبا ثم إلى أمريكا والتي تساعد على تفسير التفاوت بين معدلات الوفيات بين هذه البلدان لا يمكن أيضا مشاهدين أن نخفل كذلك الدراسات التي طورت عشرات الطرق للكشف عن الإصابة بعضها أصبحت نتائجه تظهر خلال دقائق ما يسهم في تحديد درجات الانتشار وأيضا إجراءات العزلة في ذات الوقت انكب علماء على تطوير أجهزة التنفس الصناعي لمساعدة من يعانون من مضاعفات الإصابة وخرجت للنور أجهزة تخفف من حدة الاضطرابات التي يعاني منها المرضى والمصابون بفيروس كورونا ليصبح بإمكاننا القول أن جائحة كوفيد-19 تحولت إلى أكبر مشروع للبحث العلمي في التاريخ ترجمة نانسي قنقر